اهلا وسهلا مرة ثانية في الفيديو اللي فات شفنا ازاي نعمل التقرير اللي هوت بدأنا من الصفحة دي في ويكي بيديا اللي فيها اغنيات عبدالحليم موجودة في خمس جداول وعملنا بعض الشغل اللي فيه الكويري اديتور وجمعنا الجداول دي مع بعضها وعملنا الريبورت ده اللي موجود في ازا كانت الغنوال اللي هو غنىها دي غنىها دوتو او يعني مع حالة تانية ولا لأ وازا كان غنىها في فيلم ولا لأ ونبين على دلاغاني وبنشوف اللي على الاغاني اللي حنهلوا كل ملحن او على الاغاني اللي كتب هلو كل مؤلف اغاني وشوفنا الثنائيات مع بعض برضو اللي هو المؤلف والملحن كل واتنين مؤلفين ملحن مع بعض عملوا كم اغنية عبدالحليم وهي في كل المرات كان الفلتر يفلتر لي هنا الاغاني اللي مكتوبة في الجدول ده عشان نعرف التفاصيل ممكن نرجع للفيديو اللي فات هحط اللينك بتاعته في الدسكريبشن بتاع الفيديو ده عشان لو حبينا نعرف احنا وصلنا لغاية الريبورت اللي احنا فيه ده ازاي اللي احنا بقى حنعمله دلوقتي ان احنا حنعمل جزء متقدم شوية وهو ان احنا الملاحظات وضع فاكرين ان كانت مكتوبة فيها اه لو مكتوبة مع حد يبقى الحد ده هو كان بيغني معه الغنوة دي دوتو ولو مكتوب فيه فيلم اسم الفيلم بيقى جاي بعد كلمة فيلم اه فحديتنا احنا هنا الغنوة دي كانت دوتو مع عشادية وكانت في فيلم اسمه لحن الوفاق لازم نبقى مهمة او بيقى ان احنا هنشوف الستراتشور شكله ازاي لو كان الكلمة معه موجودة هي وفيلم حيبقى مكتوب كده معه واسم الفيلم وبعد كده متأسف معه واسم المغني او المغنية اللي اشترك معاه وبعد كده كلمة في فيلم وبعدها اسم الفيلم مهم نفهم الستراتشور ده هنلاقي اهوت مع عشادية في فيلم لحن الوفاق هنلاقي مثلا اه مع مين تاني برضو مع عشادية في لحن الوفاق انا مش عارف اشوف المسال بس هيبني بعد كده في الديتا بتاعتنا اه شكلها ازاي فده لو كان عندنا اه كلمة اه معه وفي فيلم لو كان هو بيغني الغنوة دي اه في فيلم مش مش مع دوتو هنلاقي دايما كلمة فيلم مش في فيلم فيلم لحن الوفاق هنهوت وفي هنا فيلم لالي الحب وهنا فيلم ايام لالي فمهم ان نفهم ايام لحن يبقى ما صوره هنهوتو معو فيلم وبعدها اسم المغني ولو في كلمة اه كلمة في فيلم يبقى نفهم بعد كلمة في فيلم وللمفيه هنهوتو مع الشخص ده و لو الفيلم الواحد ولي هو شدويتو له كلمة فيلم وبعدها اسم الفيلم نرى هنعمل الكلام ده ازاي او هنستفيد منه ازاي جوا الPower BI Desktop سنضيف دلوقتي اثنين فيدز جودات واحد اسمه اسم الفيلم واحد اسمه اسم المغني اللي اشترك معاه سنغير ده في البيانات هنعمل تعديل في البيانات او منيبوليشن للبيانات سنروح رايحين على الكويري اديتر اللي هو انسابين مطبخ نروح على الجدول بتاعنا اللي هو المجمع في كل حاجة بما اننا هناخد الملاحظات دي نقسمها حتا انا بفضل ان احنا نقسمها ان احنا ناخد نسخة منها فانا هعمل دوبلكت للكولوم دايما بفضل اعمل كده عشان ماكنش بواست في الكولوم الاصلي بتاع الملاحظات احنا بقى هنشوف دلوقتي قلنا كلمة معه لو موجودة بعدها اسم المغني وفيه فيلم لو كان فيه فيلم كويس اقدر اعمل ده بسهولة ببساطة اي اقول لك لبكل ما تلاقي كلمة معه اقسم لي ما قبلها عن ما بعدها وشلي معه نشوف ده هيحصل ازاي هروح اعمل سبلت كولوم وهقول له سبلت باي دلمتر والدلمتر هو الحاجة لبتفصل دين كلامه من بعضه هخليها كاستم وهكتب هنا كلمة معه والمسافة اللي بعدها عشان احنا عارفين دايما معه بعدها مسافة بعدها اسم الشخص وهقول له اعمل هالي على يعني اول ما تلاقي كلمة معه مرة واحدة بس افصل اللي بعدها عن اللي قبلها وهدوس اوكي بصه هيحصل انا عشان بس نشوف الكلام صح ونفهم اللي حصل انا هاخد الكولوم بتاع الملاحظات ده اه اه اتخرق احطه جنب اه اه الحتة اللي اتفصلت دلوقتي عشان نبقى فاهمين ايه اللي حصل اللي اتنين اول صفين دول كانوا دول فضيين فما حصلش حاجة فضلوا دول فضيين ولكن هنا كلمة اه هنا في معا شادية بن Program أعلن مع على وجيل خصص م crime اه 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 انا دول ان شركوا خصص ب اعينك الجزء احنا شلنا كلمة معه جاب لي لنها بصوته فقط هنا وبرلانتي حسن في فيلم باقيعة القبز بقت موجودة في الحتة دي كويس وهكذا يبقى مع كل معه احيعمل لنا الاسمة ده هيت شوف كده مثلا مثلا هنا فيه مكتوب اشتركت معه في الغناء عسمة عبدالعليم الحقيقة دي مكتوبة بطريقة غير الطريقة اللي المفروض تكتب بيها المفروض تكون مكتوبة هنا مع عسمة عبدالعليم فحنشوف حنعدلها ازاي عشان يتابلاي عليها الرول بتاعنا حاجة مضحكة حصلت هنا هنا مكتوبة عند الوحدة مع سوريا فكلمة معه اعتبر اللي بعدها اسمها مغنية فالمغنية اسمها سوريا فده برضو معناه ان لازم الكلام اللي الكتب هنا ده يتكتب بطريقة مختلفة ما اقدرش اسميها عند الوحدة مع سوريا لازم معه اللي هنا دي تشال عشان ما يفهمش ان اللي ما بعد معه هو اسمها مغنية اللي هو سوريا فحلتنا احنا هنا كويس كده شادية فيلم لحن الوفاء طلعت لنا هنا اهي مع حسن ابو زيت في دور الجن في برنامج معروف الاسكافي هتلاقوا كده هو تهوت جاب حسن ابو زيت في دور الجن اهو في برنامج معروف الاسكافي شال معه اللي موجود احنا الغايد دلوقتي جبنا ما بعد كلمة مع موجود هنا وما قبل كلمة مع موجود في الكولوم الاولاني ده طيب تعالوا نشوف كده هنعمل اي تاني عايزين بقى دلوقتي لو في كلمة في فيلم هنا حيبقى ما قبلها هو اسم المغني او المغنية اللي غنى مع عبد الحليم الدوتو وما بعدها هو اسم الفيلم سبليت تاني مش كده هروح رايح هنا واقول له سبليت كولوم بقى دلمتر بس الدلمتر بتاعنا ايه بقى هو كلمة في فيلم وقبلها مسافة وبعدها مسافة هقول له هنا هو ادى كاستم واكتب هنا مسافة في فيلم ومسافة واقول له اوكي بصوا حصل ايه كده جاب لي شادية ولحن الوفاء شال كلمة في فيلم اللي في النص دي وجاب شادية ولحن الوفاء شادية ودليلة برلندي حسن وبقيعة الخبز شايفين عزمة عبدالعليم شادية لحن الوفاء عزمة عبدالعليم هنا ما كانتش موجودة غير لوحدها فمدقاش كلمة في فيلم فبالتالي ما جابش حاجة ما بعده في فيلم صح كده موضوع سوريا ده هنشوف له حل للوقتي عشان هو فاهم ان سوريا اسمه مغني لان هي بعد كلمة معه هنشوف له حل حالا شادية لحن الوفاء بصوا بقى حسن ابو زيد غناها معاه بس مش في فيلم فبالتالي عايزين بس نشيل كلمة في دور الجن من برنامج معروف اسكافي دي هنشوف هنشيلها ازاي مخصوص دلوقتي كرمان شوية صغيرين ان شاء الله هنا مع مجموعة مطربين وهنا مجموعة مطربين هنا شادية مع عبدالجماهير وهكذا يبقى اللي هنا ده داخل القلوم ده هو فعاليا اسم الفيلم ولكن للأسف ليست اسم الفيلم يهم السم الفيلم Whoo لانا ما يعمارون دوتو الفيلم ولكن اING掉 فى الدوتو فى الواقع هناك كلمة معا وكلمة في فيلم معا جبنا اللي بعدها وبعدين شلنا كلمة في فيلم اللي بعدها وهو اسم الفيلم لكن في الحالة بتاعتنا هنا دي بقى لو ما كانش فيه اساسا معا ما كانش فيه دويتو في الموضوع هنا العمود ده بيحتوي على اسم فيلم برضو بعد كلمة فيلم وبعدها مسافة فلو انا جيت عملت هنا split لهذا العمود buy delimiter وهقول له custom delimiter وهقول له هنا عايز اشيل كلمة فيلم والمسافة اللي بعدها ما بعد كلمة فيلم حيبه هو اسم الفيلم صح كده حدوز اوكي بصوا حضرتكم حصل ايه اهو فيلم لحن الوفاء طلع لي لحن الوفاء فيلم ليالي الحب طلع لي ليالي الحب فيلم ايام وليالي طلع لي ايام وليالي وهنا بقى اي حاجة ما كانتش موجودة فيها فيلم هنا برنامج فتاة النيل هنا اه اه غناها بصوته فقط كل الكلام ده هو ما بقاش لي اه معنى عندي يبقى هنا ده كمان اسم فيلم انا هسميه الفيلم اتنين عشان مبتعش اتنين كولومز يبكون لهم نفس الاسم لان انا عندي اسم الفيلم ده موجود في الكولوم اللي عملنا من شوية والملاحظات copy one ده الحقيقة انا مش عايزه خلاص مالهوش اي معنى عندي ده البيانات ازاي ده اللي كانت في ملاحظات عمله remove واللي هنا ده احنا عارفين انه هو المغني الاخر باقي حاجة بقى دلوقتي المغني الاخر دايما موجود في اسم الشخص او الاشخاص اللي هو غنى معاهم صح كده لكن اسم الفيلم موجود يئم في العمود اللي اسمه فيلم او المعود اللي اسمه الفيلم اتنين احنا عايزين ندمجهم في عمود واحد نقدر نعمل الكلام ده اهوت ازاي نقدر نعمله باكتر من طريقة اسهلهم الحتة بتاعة هقول له ايه بقى اختار الفيلم ده وهدوس control واختار فيلم اتنين وقول له add from selection نشوف كده هيحصل ايه عايز اقول له اللي هنا اكتب لي فيه لحن الوفاء اللي هو فيلم بتاعنا لحن الوفاء اوكي بصوا فهم ايه الوقتي فهم ان ده بيساوي الكولوم لاسم الفيلم فلحن الوفاء كتبه دليل اكتبها بس النل اللي هنا كتبها نل والنلز دول كتبهم نل وبقعة الخبز كتبها بقعة الخبز انا عايز اقول له بقى ايه لو كان الكولوم بتاع الفيلم اتنين فيه اه بيان فيه data اكتبها لي وحيبقى ده نل اكتبها لي مكانه في حاجة هنا اكتب له لحن الوفاء حصل حاجة مضحكة شوية هو فهم ان دلوقتي ايه كل الحاجات اللي بالرمادي دي اللي هو بيحاول يفهمها فيهم ان انا ايا كان ايه اللي مكتوب اكتب لي لحن الوفاء لأ انت لسه ما فهمتنيش صح تعالوا نفهموا اكتر ان احنا نكتب له هنا لقيا الحب دي المفروض ده يكون لقيا الحب بصوا بقى كده ايه اللي حصل ها لما هنا لحن الوفاء هنا دليلة هنا ليالي الحب هنا ايامه ليالي اللي هو ده هنا بقعة الخبز لما كان ده فاضي فخلي اختار دهوت وهنا بيقول ايه اعمل تكست كومباين خد اللي مكتوب في ده يلزقوا في المكتوب كده النل بتبقى حاجة فاضية فنل ونل هيفضل فاضي لكن نل ولحن الوفاء يبقى لحن الوفاء او لقيا الحب ونل هيبقى لقيا الحب كده صح حسمي ده حسمي كده اسم الفيلم وادوس اوكي وبعد ما عملت كده خلاص بقى الكولوم بتاع الفيلم والكلوم بتاع فيلم تو هما الاثنين مالهمش لازمة عندي هما الاثنين قدوا الغرض منهم خلاص فهعمل لهم نحتاجين بقى دلوقتي نصلح بعض الغلطات اللي موجودة في البيانات موضوع سوريا اللي احنا شفناه من شوية ده هو اه في ايام الوحدة مع سوريا ده او اثناء الوحدة مع سوريا اللي هو كان اه هنا ده او بس احنا عايزين نخليها كلمة عند الواحدة مع سوريا دي تبقى حاجة تانية ما فيهاش كلمة مع فانا هعمل كوبي لعند الواحدة مع سوريا وهه عراية كليك هنا واقول له ريكليس بايليوز وهبيست عند الواحدة مع سوريا وهسميه وحدة سوريا وهدوس اوكي بس احنا عايزين الريكليس دي تحصل امتى تحصل قبل ما دوبليكت الكولوم اللي اه اللي انا اعملت اللي انا خدت منه ملاحظات وقسمته كذب قسيمة شايفين دوبليكت كولوم اللي كانت موجودة هنا دي فيه الموجودة هنا دي دي اللي عملت لي اه ملاحظات اتنين اللي هي ملاحظات كوبي دي فانا عايز اخلي دي تكون قبلها خالص اعمل هكده وننزل بقى تحت نشوف ايه اللي حصل لما نخلص خالص نروح للغنوة بتاعة الوحدة اللي مع سوريا دي كانت رقم سبعين كانت اسمها اه غنية قلبي نقص بقى حضراتكم اه هنلاقي اهي دي وحدة سوريا في الملاحظات ولا في مغني اخر ولا في اسم فرم كويس بس في حاجة برضو اه مزريفة شوية هتلاقوا ان دويتو معمولة true ودويتو معمولة true لان هي بتعتمد على هل فاكرين حضراتكم احنا عملنا دويتو دي معمولة true ازاي لو كان الملاحظات مكتوب فيها كلمة معه بس الكلام ده هو عملنا بادري بعد قبل قبل الحتة بتاعة دي صح لان احنا كنا عملنا دويتو دي في الادت كونديشنال كولوم الاولانية خالص كنا بنقول له اه في الكونديشنال كولوم افكر حضراتكم بيها بنقول له لو الملاحظات جواها معه خليها لي true فهو فعلا الوحدة مع سوريا مكنش لسه عملنا الوحدة مع سوريا اه ما كانش لسه اتغيرت فاعتبرها دويتو فالصح ان احنا نعمل ايه ناخد دي اللي احنا شلنا فيها كلمة عند الوحدة مع سوريا وسمناها وحدة سوريا نحطها قبل الكونديشنال كولوم ده كده هنلاقي ان الغنوة رقم سبعين لما بس يخلص اللي هو بيعمله الغنوة رقم سبعين اللي هي كانت الوحدة من اللي مع سوريا دي بقت الدويتو بتاعها بفولس صح ومنطقي وما بقاش فيها المغني الاخر ما هيهاش موجودة في فيلم وبقت مكتوبة كلمة وحدة سوريا اوكي ده شيء جميل تعالوا ايه نشوف اه هنعمل ايه في الاناليزز بتاعتنا هدوز كلوزن بابلاي لاحظوا كده على اليمين اول ما يخلص دي هتلاقوا هنا اللي اتنين كولومز الجوداد اللي احنا عملناهم اللي هم اسم الفيلم اهو والمغني الاخر موجودين هنا عشان نستعملهم في الاناليز انا هواسع لهم مكان شوية هصغر التشارت دي ودي كمان وحعمل هنا بارتشارت هحطه فوق هحط فيه كل المغنيين اللي غنوا دويتو مع عبدالحليم فححط اسم المغني الاخر ده هحطه في الاكسس وعدد الاغنيات اللي هو حعمل هنا بارتشارت هايبقى اسم الاغنية والكاونت بتاعها موجود في الكولوم ايه سوري في الباليوز هنلاحظ حاجة غريبة قوي هنلاحظ ان في مغني اسمه بلانك وتعالوا كده نحط الديتا لابلز عشان نشوف الارقام هنلاقي المغني اللي اسمه بلانك ده غنى مع عبدالحليم حافظ 246 اغنية وشادية غنى 5 اغاني ومجموعة مضربين غنوا 4 اغاني وهكذا ايه بقى البلانك ده؟ انتو فاكرين ان في الديتا بتاعتنا تعالوا نروح نبص على الديتا تاني كده الديتا بتاعتنا اااااااااالما عملنا الكولوم بتاع اسم المغني الاخر بقى عندنا فيه نل في الاماكن اللي فيها المغني الاخر ده مش موجود مش كده هاي غنوا اللي ما غناش فيها معها حد اللي هو غنى عبدالحليم لوحده وهو أغلب الأغاني فالأغاني دي المغني الأخر فيها موجود بنل فنحن نريد أنه هو فاهم هو فاهم ان هذا فادي فا يسميه لي بلانك فنحن نريد أن نقول له لو سمحت لما ترسمي هذا الشارت لا تظهر ليش الناس الذين يسمي المغني الأخر فيهم بلانك نريد هذا الكلام نذهب إلى الفلتر بين ونقول له هذا الفيديوال ستجدوا فلتر لو سمحت في الفيديوال ده بس مش في الشاشة كلها المغني الأخر بدل ما هو قول أنا دوست وكبرته بدل ما هو قول هختار كل حاجة وحشيل بس من هنا كلمة بلانك بصوا التشارت بقت عاملة ازاي في الحتة دي شال الناس الاسم اللي هو بلانك وبقى فعلا فيه الناس بس اللي غنوا مع عبدالحليم حافظ نكبر شوية الحتة اللي مكتوب فيها التكست بتاع الاسم عشان يبين اسم المغني الأخر اه لاحظوا كده حصل حاجة غريبة شوية حصل ان مكتوب عاد الامام في ايه عاد الامام في المسلسل الازاع رجوك لا تفهمني بسرعة وهنا حسن ابو زيد في دور الجن في برنامج معروف الاسكافي هتلاحظوا كده ان هو الله اه انا مش عايز اكتب في المسلسل الازاع ومش عايز اكتب في دور الجن في برنامج معروف الاسكافي اعمل كلامة ازاي؟ ارجع عليك دي بعض الحاجات اللي بنعملها عشان نصلح في البيانات اللي جاية بشكل مش استاندرد غير اللي انا متوقعه ان هو يجي بي كويس؟ اه هنيجي هنا هو تنبص على المغني الاخر هنلاقي مين؟ هنلاقي ادي حاسن ابو زيد في دور الجن انا بدوس عليه واختار في دور الجن في برنامج معروف الاسكافي هقول له ايه بقى؟ هقول له تعالى هنا لو سمحت رايت كليك هنا وقول له من فضلك كل ما تلاقي لو حقيقة مش هلاقيها غير مرة واحدة كل ما تلاقي في دور الجن في برنامج معروف الاسكافي ما تكتبها بولا حاجة يعني كأنك مساح بدوس اوكي بصوا كده هتلاقوا حاسن ابو زيد بقى لوحده تحت اهو ما بقاش في برنامج معروف الاسكافي وهنعمل نفس الكلام مع عاد الامام كان موجود اهو عاد الامام في المسلسل الازاعي اهو هشيل من بعد امام هاختار كل دول ورايت كليك واقول له كوبي واجي هنا اقول له برضو لما تلاقي في البرنامج الازاعي اه المسلسل الازاعي سرعة بولا حاجة وادوس اوكي بقى عاد الامام على طول اوكي اه في حاجة بالمرة لاحظتها ان هو مكتوب هنا اشتركت معه في الغناء عصمة عبدالعليم كويس احنا اتفقنا ان لازم عشان يبقى اللي احنا عملناه يتفهم ان هو ده مغني او مغنية اخرى لازم يكون مكتوب كده مع عصمة عبدالعليم يبقى انا هنا هو اتعايز اريبليس الفاليو دي بتاعت اشتركت معه في الغناء عصمة عبدالعليم هعمل لها في الملاحظات باست هنا واقول مع عصمة عبدالعليم مع عصمة عبدالعليم ودوس اوكي بس حد بقى يفتكر معايا كده ان المفروض الكلام ده كان يحصل امتا المفروض الكلام ده كان يحصل قبل ما اعمل الكنديشنال كولوم اللي قال اساسا ان احنا عندنا دويتو ولا لا اللي هو في الاول خالص فانا هسحب دي الاخرانية دي هسحبها الفوق خالص قبل ما اكريت الكنديشنال كولوم بصوا بقى كده لما نخلص خلص وننزل تحت هتشوف هو اللي هيحصل بتاعة عصمة عبدالعليم دي اهي دي بقت مع عصمة عبدالعليم طلع اسم عصمة عبدالعليم موجود في المغني الاخر واظن عصمة عبدالعليم كانت موجودة اهي برضو مع عصمة عبدالعليم موجودة اه مرتين موجودة في الغنوة دي اللي هي اسمها العهد الجديد وموجودة في الغنوة دي اللي اسمها البولبل والزهر اوكي صلحنا بعض البيانات اللي ما كانتش مزبوطة هدوس ولاحظوا كده دلوقتي حسن ابو زيد وعاد الامام هيحصل فيهم ايه وعصمة هنا كانت موجودة مرة واحدة بس هي فعليا حيبقوا مرتين مش كده اهي عصمة طلعت فوق بقت مرتين حسن ابو زيد بقى مكتوب حسن ابو زيد بس من غير اسم البرنامج وعاد الامام بقى من غير اسم المسلسل الازاعي كويس لغاية دلوقتي الاناليسز اللي عملناه بيبين لنا انا بس هعمل سيد بيبين لنا ان شادية هي اكتر مغني عبدالحليم غنى معاه دويتو يلي مجموعة مطرويين غالبا في الاغاني اللي هي كانت الابرتات واغاني الثورة وكده وعصمة عبدالعليم ونادية فاهمي غنى معاهم مع كل واحدة فيهم اغنيتين وبرلندي حسن وحسن ابو الصعود وساعد من الكافي وعاد الامام وفايدة كامل غنى مع كل واحد فيهم غنوة واحدة اه ممكن بقى نحسن شوية الشكل ده نخلي التايتل بتاع الاتشارت دي بدل ما هو اسمه كاونتو باسم الاغنية باي المغني الاخر هنسميها اه اه اغاني الدويتو مسلا وزي ما عملنا قبل كده حشيل كاونتو اسم الاغنية من تحت ما هي مفهومة فده حشيل منه وكده بقى الموضوع لطيف وطبعا زي ما حضراتكم عارفين الفلتر ليس شغال لو انا دست على شادية هيروح ايلي الغادات الاغاني اللي غنىها مع شادية هم خمسة لحن له منهم ثلاثة مونير مراد واحدة رياض الصنباطي واحد حسن جنيد واللي قلفهم اتنين قلفهم حسين السيد اتنين قلفهم محمد علي احمد واحدة قلفها فتح الور ودي التفاصيل بتاعة الاغاني هنا وما ان احنا دلوقتي بقى عندنا بقى عندنا اصلح بس دي في المغني الاخر موجود اقدر اضيفه للجزول اللي موجود هنا عشان يبقى باين لما نعمل الفلتر ويباين هنا عندنا فلو اخترت شادية هنا هتلاقوا بقت شادية موجودة هنا لو اخترت مثلا كل الاغاني اللي حالها مونير مراد هنلاقي انه كان ملحن منهم ثلاث اغاني لشادية واحدة لعاد الامام مع عبد الحليم حافظ حسنا ده كان الحتة بتاعة دويت تو احنا عندنا لسه كمان الحاجة اللي عملناها من شوية اللي هي بتاعة اسم الفيلم تعالوا نشوف كده الافلام اللي مثل فيها عبد الحليم حافظ هعمل تشارت جديدة وهحط في ال اكسس اسم الفيلم وهحط اسم الغنوة الكونت بتاعها في الفيليوز نفس اللي حصل معنا في المغني بتاع دويت تو حصل معنا انه هو تلحب القطر الهنا دي اللي فيهم اسم الفيلم مش مكتوب فاكرين لو الغنو متغنيتش بفيلم وهي اغلبية الاغاني متغنيتش بافلام حيبقى اسم الفيلم مش موجود عندنا فانا عايز اقول له ايه نفس الكلام هقول له هنا في الفيلتر بتاعنا هنا اسم الفيلم بدلا ما هو كل حاجة هسلكت اقول واشيل منهم اللي مش مش اللي هما فضيين يعني اللي هما بلانكس وحاختار هنا برضو الديتا لابلز عشان يبقوا بيينين وقدر اكبر شوية في الواي اكسس الحتة بتاع الماكسوم سايز عشان اسمي الافلام يبانوا وبرضو التايتل حسب مين اغاني الافلام وحاشيل التايتل اللي فيه اكس اكسس ماشي نقدي مساحة اكبر للتشورت فكده اكبر فيلمين اتغنى فيهم اغاني هما فيلم دليلة وفيلم لحن الوفاء لو دست على دليلة حلاقي ان من الست اغاني اللي غناهم في فيلم دليلة ranوا واحدة منهم بس غنتها مع عشادية اللي هي احنا كنا فين وبقيت الاغاني الحمسة اللي غنى الواحده في فيلم لحن الوفاء هنلاقي الست اغاني اللي غنىه في لحن الوفاء تلاتة منهم غنتهم مع عشادية وتلاتة غنى الواحده و اكسس نضيف بدل عدد الاغاني اللي عندنا هنا نقدر كمان نضيف عدد الافلام نضيف عدد الافلام وبدل مكان الفيلد اللي عندنا هنا هو عدد الاغاني نضيف عدد الاغاني اللي عندنا نضيف عدد الاغاني اللي عندنا عبد الحليم فعليا مثل 21 فلم وغنى في عمره كله 263 غنوا او على الاقل اللي موجودين في الويكي بيديا تعالوا كده نشوف مثلا هو غاء هو مثل كام فيلم مع شادية هنلاقيه مثل ثلاث افلام مع شادية اللي هم مين دليلة ولحن الوفاء ومعبودة الجماهير وبقى الرقم ثلاثة عندنا هنا وكي وبرضه بمن ان احنا عندنا اسم الفيلم بقى موجود نقدر نسحب اسم الفيلم نحطه في الجدول ده ونحليه يبقى فوق عشان يكون موجود على الشمال يبقى اسامي الافلام اللي مع شادية موجودين هنا المجموعة المطربين بصوا بقى حاجة غريبة شوية مجموعة المطربين مغلنهمش فولا فيلم بان اسم الفيلم هنا فاضي ومع ذلك عرض الافلام مكتوب واحد يبقى في حاجة غلطة عملتها غالبا رأيكم ايه فعليا هو عدد الافلام هنا هو تبيعد كل الافلام كل الحاجات المكتوبة في الفيلد لا اسمه اسم الفيلم بس احنا عارفين ان ان احنا عندنا فيه فيلم مالوش اسم اللي هو الفاضي اللي هو معناه انه مفيش فيه فيلم فانا عايز زي ما عملت هنا هو في اغاني الافلام كده عملت فلتر ان اسم الفيلم هو كل حاجة مع عدد الفاضي هعمل نفس الكلام هنا هو هسحب اسم الفيلم احطه فيه وقل له select all مع عدد الفاضي فكده اهو مجموعة المطربين كتب لي هنا بلانك اسمه عبدالعليم ما مسلش معها ولا فيلم والتوتل افلام اللي هو مسل فيهم الحقيقة بقى هم عشرين مش واحد وعشرين اللي هم اسميهم موجودة تحت عندنا طول ما احنا شغالين بيباللنا المشاكل اللي في الديتا بتاعتنا او المشاكل اللي في طريقة تفكرنا وانحلها واحدة واحدة وهكذا بقى لو احنا عملنا هنا دويتو ترو فلتر شغال معنا في كل حاجة يبقى عدد الافلام اللي عبدالحليم غنى فيهم غنوة دويتو اربع افلام هم مين هم معبودة الجماهير ولحن الوفاء وبقعة الخبز ودليلة واكترهم اغاني تغنت فيها هو معبودة الجماهير لو عملت كليك على معبودة الجماهير هنا هجيبلي الاغنيات اللي كانت اغنت في معبودة الجماهير وما فهمش غير واحدة بس مغنيها شادية معايا والبقائين مغنيها مغنيهم لو واحدة وهكذا بفكركم دايما ان الحتة بتاعت الانتر اكتيفتي هي اهم حاجة في البيزنس انتكشوز اعتقد كده ممكن يبقى الريبورت بتاعنا اكتمل بشكل كبير وبقى في بيانات غنية بتبين دويتو بتبين الافلام بتبين مين المغنيين اللي غنوا معاهم المرحنين اللي حنولوا ومين المؤلفين اللي قلفوا له وايه الافلام اللي هو اه غنى فيها ومثل فيها عبدالحلي ارجو ان داي يكون نوضح لنا الطريق التفكير من اول ما شفت الديتا موجودة في الويكيبيديا فهمناها ازاي وقعدنا نفكر فيها ازاي وعملناها بالتدريج خدنا الفيلز اللي فيها واحدة واحدة وجزء مهم جدا هو اللي احنا بنعمله في تجهيز البيانات في الكويري ايتور واول ما البيانات بقت جاهزة عندنا في شكل جدول اللي بنعمله هنا هو اتبقى ده بيعتمد على الكريتافيت بتاعتنا وعلى احنا عايزين نوضح ايه عشان نبين الانسايتس الليوجودة في التقرير بتاعنا شكرا جزيلا وان شاء الله يكون ده مفيد لحضراتكم ونلتقي مرة تانية قريب بإذن الله شكرا